المهم هي عائلة خبيثة هذه العائلة عائلة الأشعث بن قيس زين هذا حال الأشعث بن قيس في زمان النبي صلى الله عليه وآله وما بعده في زمان أمير المؤمنين عليه السلام كان أحد رؤوس الفتنة والتحريض والتخبيث على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ليلة ونهار وهو أحد أسباب الكسر المهولة التي حصلت في صفين هذا اللعيم وصار من رؤوس الخوارج بعدئذ وكان يؤذي أمير المؤمنين عليه السلام حتى وهو يخطب على المنبر إلى أن اضطر ذات مرة أمير المؤمنين عليه السلام أن يقول وهو على المنبر أين الثمودي أين الثمودي يعني الأشعث بن قيس ينسبه إلى ثمود قوم ثمود أين الثمودي يقولون فطلع راسه فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام كفا من حصى ورماه بها وقال شاهت الوجوه عرفته شلون خبيث جدا هذا الأشعث بن قيس أمير المؤمنين كان يجلس على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني فيقوم هذا الخبيث يقول يلا كم شعرة في رأسي جاوبني استهزئ يعني فالأمير عليه السلام يقول أنا أقدر أجاوبك ولكن هذا أمر يصعب إحصائه يعني شلون يثبت يعني لازم تحسب الشعرات ولكن الذي أعلمه أن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني أنه ما من شعرة من شعر رأسك إلا وتحتها شيطان نابت أنت هذا رأسك مجمع الشياطين أي أو شيطان يلعنك شيء من هذا القبيل المضمون إحنا نتكلم زين هذا الأشعث له بنت شنو اسمها جعدة هذه أخت قتيلة بنت بنت شنو اسمها جعدة بنت الأشعث هذه شنو سوت قتلت صبط رسول الله الأكبر الإمام الحسن الأرواح نافدة صلوات الله عليه بالسم شلون كتب لها معاوية إذا قتلت الحسن أزوجك يزيد ففعلت شوف الشقية الخبيثة هذه تقتل ابن النبي صلى الله عليه وآله حتى تتزوج ابن معاوية ابن البغي إيه ابن البغي أحسنتم ففعلت وبعدين راحت طالبتها بالوفاء بالعهد قال لا أنا خاف على ولدي أنت ابن النبي قتلتي ما تختلين ابني بعدين فولت أم الله أم الله أم الله عنده أيضا هذا الأشعث بن قيس ابن آخر شنو اسمه محمد محمد بن الأشعث بن قيس هذا الخبيث إيه هم عائلة زبل بصراحة من احترامنا الموجودين هذا أحد قتلت أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى أكو رواية أنه هو الذي تولى حز رأسه بالمناسب أكو رواية في هذا الخصوص بالمناسب يعني تختلف بعض الروايات بعضها عن بعض بعضها تنسب إلى الشمر بعضها تنسب إلى هذا فعائلة يعني جدا خبيثة صراحة